أعلنت مدرية الصحة في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتخريب مجتمع الشفاء مجمع الشفاء الطبي وتدمير أجهزة لا تتوفر إلا فيه كما أضافت مدرية الصحة في غزة أن دبابات الاحتلال تحاصر بأعداد كبيرة مقر المستشفى مؤكدة عدم وجود أي اعتاد أو سلاح في المستشفى كما يزعم الاحتلال مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تتواصل معاناة المدنيين الفلسطينيين حتى فيما يتعلق بتلقي العلاج والرعاية الطبية الضرورية وتقع المراكز الطبية في قطاع غزة منذ أيام عدة في قلب القتال الدائر بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية ومن بين أهم هذه المراكز الطبية مستشفى الشفاء الذي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أن الفصائل الفلسطينية تستخدمه لقيادة عملياتها العسكرية وهو ما تنفيه الفصائل ويضم مبنى مستشفى الشفاء الذي يرجع تاريخ بنائه إلى عام 1946 أيام الانتداب البريطاني يضم ثلاثة ألاف مدني لجأوا للاحتماء فيه وأربعمائة من مقدم الرعاية الطبية وجميعهم يعانون من أوضاع مأساوية زاد من صعوبتها شن جيش الاحتلال عملية دقيقة داخل المستشفى الذي شهد تدميرا شبه كامل في بنيته التحتية الرئيسية بما فيها قسم أمراض القلب وخزانات المياه ومعدات قسم الولادة ومستودع تخزين الأكسجين الطبي الأوضاع في مستشفى القدس لا تختلف كثيرا إذ توقف العمل بالمستشفى بعد نفاذ احتياطي الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية قبل إعلان الهلال الأحمر الفلسطيني إجلاء الأطباء والمرضى من المستشفى المحاصر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وبدوره شهد المستشفى الاندونسي الواقع في مخيم جباليا شمالية قطاع غزة شهد استشهاد ثلاثين شخصا في المستشفى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي زعم أيضا استخدام المستشفى من قبل الفصائل الفلسطينية كمركز للقيادة وإطلاق الصواريخ وفي مستشفيي الرنتيسي والنصر المتخصصين في تقديم رعاية طبية للأطفال أعلن جيش الاحتلال تنفيذ عمليات لاستهداف قادة الفصائل وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدام أقبية المستشفيات لإخفاء الأسلحة والمحتجزين وفي ظل هذه الأوضاع الصعبة أصبح مرضى مستشفيي الرنتيسي والنصر في الشوارع بلا رعاية بعد الإخلاء القصري لهم ليصبح مصيرهم مجهولا كحال أكثر من مليوني مواطن يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تهجيرهم لتصفية القضية الفلسطينية